معنا من بغداد مدير مركز الاعتماد للدراسات الاستراتيجية والخبير في مكافحة الارهاب الدكتور عماد عالو أهلا بك دكتور عماد معنا على سكاي نيوز عربية دكتور عماد رغم كل هذا الاصرار الأمني العراقي من جيش و قوات و حشد و كثير من الأطراف العسكرية حتى البيش مارقة و على ما يبدو هناك ميزانيات عالية لمواجهة داعش قضوا على داعش ما الذي يجعل داعش يعود اليوم بسم الله الرحمن الرحيم شكرا على الاستضافة بالحقيقة منذ أكثر من سنة وتنظيم داعش يحاول يعني إعادة ترتيب صفوفة وتعزيز خلايا النائمة سواء في العراق أو في سوريا كما تفضلتم في تقريركم و يحاول أيضا بناء انفتاح عملياتي تراكمي صحيح على طول الخط الممدود من محافظة الديالة إلى محافظة صالحة لكن دكتور عماد ما الذي يجعله يعود هذا هو السؤال الأبرز محافظة العراقية السورية هي معروفة هذه التفاصيل لكن ما الذي يجعله يعود الآن نعم نعم يعود لأن هناك دعم واضح لهذا التنظيم التقرير الذي صدر عن لجنة مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن في شباط من العام الماضي أشار بوضوح إلى أن التنظيم يتوافر على ما يقرب من 100 مليون دولار في عدد من البنوك في الشرق الأوسط لم يذكر التقرير أسماء هذه البنوك إضافة إلى أن هناك واضح التنظيم لديه دعم لوجستي وتسليح أشار التقرير نفسه إلى تعاقد التنظيم مع عدد من شركات تصنيع الأسلحة إلى شراء التنظيم لأجهزة رؤية ليلية وأجهزة قنص ليلية استخدم هذا التنظيم في عملياته السابقة لاحظنا أن نوع العمليات أو توقيتات العمليات كانت دائما فيها جنح الظلام مستغلا الظروف الجوية والتضاريس الجغرافية بعيدا عن رصد وملاحقة الاستطاع الجوي أو الإصناد الجوي الذي كان يوفره التحالف الدولي للقوات العراقية بمختلف مسمياتها لكن دكتور عماد هم لا يمسكون على الأرض يعني العراق مثلا لا يحتاج إلى التحالف الدولي الآن في طائراته لماذا المقاربة الأمنية العراقية يبدو أنها تفشل يعني بالتأكيد القوات الجوية العراقية قدراتها الاستطلاعية بالأجهزة المتطورة لا زالت دون مستوى التحدي الداخلي الإرهابي الذي تواجهه القوات العراقية لذلك لا تزال الحاجة ماسة جدا لإصناد التحالف الدولي بتقديم المعلومة الاستخبارية والاستطلاع الجوي وتقديم أيضا الإصناد الجوي في بعض الأحيان القوات البرية العراقية وقوات البيشمرق الذي تفضلتم بذكرها من خلال ما حصل من عمليات سابقة يبدو أن استعدادها القتالي ليس بمستوى التحدي أيضا والدليل على ذلك التضحيات والشهداء الذين سقطوا في هذه المواجهات إذن مستوى التدريب يجب أن يرتقي إلى مستوى أعلى وأيضا هناك التجهيزات والأسلحة المطلوبة لمواجهة العمليات الليلية الارهابية التي يشنها التنظيم تحت جنح الظلام وهذا بالتأكيد يحتاج إلى مدربين ومستشارين لتدريب الجنود أو القطعات الماسكة للأرض على استخدام هذا النوع من الأسلحة أيضا مسألة المتابعة والمراقبة والتدريب من قبل القيادات والآمرين للقطعات الماسكة للأرض لا بد أن تكون بمستوى أو بدرجة أعلى من الحالية حتى تكون هذه القطعات لأخبة الاستعداد مستنفرة دائما تستطيع التحسب ومواجهة أي تعرض لعناصر تنظيم داعش في أي وقت ومن أي اتجاه دكتور هل يعود موضوع الحاضنة المجتمعية؟ كان هناك حاضنة مجتمعية معروفة في بعض المحافظات حتى في الداخل السوري لديه داعش لكن الجميع نكوى بنار داعش هل ممكن أن نرى حواضنة اجتماعية مجددة؟ بالتأكيد تنظيم داعش الأرهابي أحد استراتيجياته هو يطلق عليها اسم الاستقطاب أي محاولة تمزيق النسيج الاجتماعي واللعب على الوتر الطائفي والعرقي في المناطق المستهدفة لاحظنا أن تنظيم داعش ركز على محافظة ديالة في الآونة الأخيرة بسبب التنوع الطائفي الموجود في هذه المحافظة ويحاول دائما زرع الشقاق داخل النسيج الاجتماعي وبالتأكيد يظهر أن هناك عودة للحواضن الاجتماعية لهذا التنظيم بسبب أن الظروف والخدمات التي تقدم إلى المجتمع وغياب فرص العمل لا تزال دون المستوى الذي وعدت به الحكومات حكومات المنطقة المحلية والحكومة الاتحادية لذلك هناك ثغرات كبيرة في المجتمع يمكن أن يتسلل من خلالها تنظيم داعش الارهابي فضلا عن تدني أو تردي الجهد الاستخباري أيضا هذه نقطة مهمة هناك يبدو العدم تعاون بين المجتمع أو الحواضن أو البيئة الاجتماعية وبين تنظيمات أو منظمات الاستخبارات العراقية أو السورية لذلك يستطيع التنظيم إيجاد ثغرات إيجاد وسائل للتغلغل إلى مناطق مختلفة وتوجيه ضربات في مناطق متباينة متباعدة مستغلا أيضا التضاريس الجغرافية مستغلا أيضا الحواضن الاجتماعية التي تؤمن له الدعم اللوجستي تؤمن له المرور والوصول إلى أهداف المطلوبة وأيضا تزوده يظهر بالمعلومات لأنه العملية الأخيرة هذه ليست عملية تصادفية وإنما هي عملية مدبرة منسقة تمت بعد مراقبة دقيقة لمدة لا تقل عن أسبوع نفس الشيء حصل يحصل الآن في سجن غيران في سوريا يعني هذه ليست عملية ارتجالية وأنها عملية مخططة لها والتنظيم لديه قاومة لجوم منسق استنادا إلى معلومات استخبارية ومراقبة للأدب نعم أشكرك على هذه المعلومات الخبير في مكافحة الأرهاب الدكتور عماد علو شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك